موسيقى تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية خلال 48 ساعة الماضية من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف عناصرها التي تنشط في بيع وترويج الأقراص المهلوسة على مستوى البلدية الجنوبية للولاية الشبكة متكونة من أربعة أشخاص كانت بصدد ترويج كمية من المؤثرات العقلية وترحيها للتداول بين أوسط الشباب عبل إقليم البرواجية وما جوارها ليتم على الفور وضع خطة محكمة من طرف فاصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية للإطاحة بهذه الشبكة وهذا بعد رصدهم وهم بصدد إتمام صفقة البيع لتكلل العملية بتوقيف أفراد الشبكة والمقدر عددهم أربعة أشخاص مع حجز 1710 قرص مهلوس نوع بريقابالين طروس ميليغرام سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد استكمال التحقيق والإجراءات القانونية